ودول الحديث عن الهوية الفنية المصرية وما حدث للأعمال الفنية والحركة الفنية بشكل عام بعد أحداث ثورة 30 من يونيو وبشكل خاص في الأعمال السينمائية والدرامية الفنية يسعدنا أن يكون معنا في الستوديو لهذا النقاش الأستاذ مصطفى الكلاني الناقد الفني أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى أهلا بحضرتك كل عام وحضرتك طيب وخير وحضرتك طيبة والشعب المصري كله بخير طبعا نحن نتكلم على أن ثورة 30 يونيو حدثت تغير نوعي كبير جدا في الوعي الجمعي لدى الجمهور وكان الأعمال الفنية والحركة الفنية بشكل عام لاستعب المؤسسات الدولة أن القوى النعمة لها تأثير كبير جدا على وعي وفكر المواطن المصري فكان الهدف هو الوصول لفكر ووجدان الشعب المصري من خلال الأعمال الفنية والدرامية كيف رصدت هذا؟ طبيعي أنه أي حدث كبير ومهم ومؤثر في مصير الشعوب بيحصل أنه تطور موازلي في الثقافة والفنون أي نوع من الإبداع بيتأثر أكيد بالحالة الاجتماعية الحالة الاقتصادية الحالة السياسية النتيجة عندنا فيه بعد يناير وبعد يونيو حصل الطراب أصلا في قراءة المشهد من بعد الثلاثين يونيو كان فيه محاولة لاستيعاب ماذا حدث الجماهير دي كلها في الشارع وكل الناس اللي خرجت بشكل عفوي علشان تقول لا للفشيل الإسلامي والحكم الدين عموما والناس دي كلها كان لازم يبقى لها صوت معبر من خلال الفن والفنانين وكانت النتيجة أنه عندنا كان كم كبير من الأغاني الأعمال التلفزيونية لكن الحقيقة بعد الثورة فعلا كان فيه أغاني وطنية ارتبط بيها المواطن المصري لأن يمكن أصبحت تناسب يعني الشباب الحالي وبرتم وإيقاع مختلف والله أنا أحنا أحرك على حاجة يعني إحنا في الأغاني الوطنية عندنا انتاج ضخم جدا بدءا من أعمال سيد دارويش فما أنتجته ثورة يوليو بكل مطربي العصر والوقت في الفترة دي أمو كلسوم وعبد الوهاب وعبد الحليم والمئات من مطربي تلك المرحلة مرورا بأغاني ما بعد ناكسة يوليو والرغبة في الانتصار ثم أكتوبر حصل جاب كده شوية زي ما حريب تقولي ما بقاش عندنا انتاج من الأغاني الوطنية القوية صحيح حصل ده بعد 30 يولو كان عندي حاجات سريعة كده وانتجت بشكل سريع برضو سمعته كان برتم مما يخلي الناس تكون يعني تحس بيه بس المرحلة اللي بعد كده كانت أنا بسميها بشرة خير مرحلة بشرة خير مرحلة اللي كانت فيها الأغنية كل الوطن العربي بيغنيها صحيح مش بس المصريين ده حقيقي يعني الموضوع وصل حتى الأفراح صحيح يعني أنا شفت بعيني بقت أغنية حقيقة أساسية في كل يعني فرحة في موجودة في أي بيت في بيوت المصريين والعرب والعرب صحيح أنا سمعتها بره مصر ده دول كمان أوروبية مش بس عربية كمان بالزبط يعني حدثك أشرت النقطة هامة جدا وهي نقطة أن الرسالة وجهت ليست داخل مصر فقط وليست داخل أشأن المصري فقط ولكن كانت أيضا رسالة للتنويه عن ما يحدث وإبراز الصورة الحقيقية الفعلية داخل المجتمع المصري لما كان فيه إبراز لصورة مغلوطة بعد صورة 25 يناير ولعب بعقول بعض الشباب وخلط الأمور ويعني والمزيد من الشائعات وإفساد محاولة إفساد النسيج الواحد داخل المجتمع المصري صحيح فيعني إزاي ده أثر كمان على النظرة الدولية أو العربية للشأن الداخلية لمصر قصة والحركة الحاجة إحنا لما بقدم كل سنة عدد ضخمة من الأعمال نعم اللي فيها تنوع في الأفكار وفي الكتابة وتنوع كمان في شكل وطبيعة الممثلين اللي موجودين كله ده بيقول إن أنا عندي مجموعة من العوامل اللي بتقول إن فيه استقرار حصل صحيح كل ما كان الوضع العام مستقر في المجتمع كل ما كان الإبداع أكثر كما صحيح وأفضل كيفا وقادر على عبور الحدود ده اللي حاصل إحنا النهاردة لما بنتكلم دلوقتي على فيلم مصري بقى الطبيعي بقينا نتكلم على عمل عابر الحدود بالمناسبة قد لا يكون عمل وطني يعني أنا الاختيار آه الاختيار كان بيوصل إنه يبقى ترند فيه الوطن العرب الممر لما نزل كان نفس الحدودة الاختيار بقى أجزاءه يعني الحاجات اللي اتعمل حاكمة مرتدة وحاجات وكتيبة 100 واحد وكل الأعمال الوطنية التي قدمت هي كانت بتوصل مرحلة إنها توصل مش ترند في مصر بس لأترند في الوطن العربي لكن أنا بتكلم على عمال غير الأعمال الوطنية أعمال عادية جدا أعمال اجتماعية أعمال رومانسية حتى صحيح عايز أقولك على حاجة إنه كل ما كان ده عابر للحدود المصرية ويبقى ليه مسامع بره ده نتيجة لما حدث من استقرار في المجتمع المصري صحيح من بعد 30 يونيب كل ما كان ذلك المجتمع منتجاً للكتب منتجاً للموسيق صحيح منتجاً للفنون مستقبلاً للعالم يعني احنا شوفنا السنة اللي فتفى مهرجان العالمين صحيح حتى الأوبرا المصرية يعني برضو يعني كان لها دور كبير جداً وإسراء الحركة الفنية بشكل عام في مصر الحقيقة كان واضح وصريح